بس عندي ملاحظة بعد بخصوص نفس الموضوع اللي هو إن المواطنين توصلهم مشعارات بضرورة الانتقال للسكن أحب أوضح أن حسب نظام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني منحنا المواطن فترة ستة أشهر للانتقال للسكن فور استلامة من الوزارة في خلال هاي ستة أشهر إحنا نوقف استقطاع الأقصاد تستمر علاوة السكن يعني نصرف علاوة السكن لمدة ثلاثة أشهر إضافية بعد كمساعدة للمواطنين للانتقال للسكن لكن أحيانا المواطنين ما ينتقلون للوحدة السكنية في الوقت المحدد والظل هذه الوحدات مهجورة مشرط حتى فيها أعمال بناء اللي عندهم أعمال بناء وعندهم رخص بناء من البلدية المختصة حسب المحافظة طبعا الوزارة تستفسر منهم ويوفرون لنا البيانات المطلوبة نحن والله عندنا رخصة بناء وما زلنا في أعمال البناء فهذه العادتان الوزارة ما تتخذ عليهم أي إجراء أما المواطنين اللي هاجرين وحداتهم السكنية ما سكنوا فيها فهذه توردنا بلاغات مثل موضح سعادة النائب الحين توردنا بلاغات بأن هذه الوحدات مهجورة أو غير مسلمة فإحنا نتخذ إجراءات أن نحن نحاول نتواصل مع المواطنين نحثهم أنهم ينتقلون للسكن بأسرع وقت ممكن من خلال تواصلنا معهم مشعارهم أكثر من مرة بضرورة الانتقال للسكن وعدم ترك الوحدة السكنية مهجورة ترجمة نانسي قنقر